تحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني يمنية تزيد تحويلاتهم المالية لأهاليهم وذويهم في اليمن سنوياً عن 380 مليار ريال يمني تشكل مصدراً رئيساً وربما وحيداً لكثير من الأسر خصوصاً في ظل الوضع الراهن الذي تشهده اليمن أكثر من 70% من إجمالي المغتربين العاملين في السعودية ملزمون وفقاً لقانون العمل السعودي بالارتباط بكفيل سعودي يكون معنياً بضمان محل العمل والإقامة بل حتى نوعية المهنة إلا أن البعض للأسف يصطدمون ببعض المنغسات التي ترتبط أساساً بالطبيعة البشرية لبعض الكفلاء فثمت من يعتبرها مصدراً للدخل المريح من خلال تحصيل مبالغ تستقطع من أجور مكفوليه وهناك من يجعل منها وسيلة لابتزاز المغترب المغلوب على أمره لاضطراره للمحافظة على مصدر عيش أسرته فمع كل حملة أمنية تنفذها السلطات السعودية ضد العمالة المخالفة لا تخلو دفعات الترحيل من ضحايا البلاغات الكيدية من بعض الكفلاء ناهيك عن ضحايا امتنعوا عن الرضوخ لممارسات الابتزاز لكن ذلك لا ينفي وجود مخالفين لنظام الكفالة إلا أن أشد عقاب يخشون وقوعه هو الترحيل سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها اليمن الجريح في الأثناء تبرز تساؤلات من قبيل لماذا تتجاهل الحكومة نداءات المغتربين ومناشداتهم لوضع حد لمعاناتهم شبه المستمرة على الأقل لتوفير ضمانات قانونية من شأنها توفير حماية لمن يقعون ضحايا لبعض الكفلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر